اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر والنهاردة معانا بندق عنده شوية اسئلة عن لقاح كورونا شوية استفسارات معظم الناس بتسأل عنها تعالوا نرحب ببندق ونبدأ حلقتنا ازاي كبندق اعمل ايه؟ انا تمام الحمد لله ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك للفيديو اولا يا دكتور تامر انت رأيك الناس تاخد اللقاح ده ولا لا؟ طبعا يا بندق انا بوصل الناس كلها اللي يقدر ياخد لقاح كورونا ياخده طيب هل حضرتك خدت اللقاح ده اصلا؟ ايوة انا خدت اللقاح الصيني اللي هو من انتاج شركة سينوفار بالجروعتين بتوعه والحمد لله ما حصلش منه مشاكل خالص انت اللي اخترته بنفسك؟ لا يا بندق انا مخترتش بنفسي ولا حاجة ده اللي كان متاح عندي ولو خيروني انا كنت برضو هاختار اللقاح الصيني لاعتماده على تكنولوجيا قديمة ومعروفة برغم انه اقل فاعلية من اللقاحات الاخرى لكن ده تفضيل شخصي ورأي شخصي لكن اللقاحات كلها كويسة طب ايه هي التكنولوجيا دي؟ وايه الفرق بينه بين اللقاحات التانية؟ الفرق بين اللقاح الصيني والامريكي مثلا انا كنت شرحته في فيديو قبل كده هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف اسفل الفيديو وكان في الوقت ده كان هم النوعين دول اللي تقريبا ظهروا للنور لكن دلوقتي فيه لقاحات كتيرة بتعتمد على تكنولوجيا مختلفة يعني مثلا في نوع من اللقاحات بيجيب فيروس او بيصنعوا فيروس غير مؤذي للانسان وبيخلوا فيه اجزاء من فيروس كورونا بحيث الجسم يتعرف على البروتين بتاع الفيروس وعلى اجزاء الفيروس ويكون مناع ضده وفيه طرق تانية زي ما انت شايف في الصورة كده لتصنيع اللقاحات اما الفرق بين اللقاح الصيني والامريكي او لو عايز تعرف اللقاح الامريكي بتاع شركة فايزر وشركة موديرنا بيشتغلوا ازاي فده هتلاقي في الفيديو اللي قلت لك عليه معنى كده ان الصيني افضل؟ لا الصيني مش افضل ولا حاجة ده مجرد رأي شخصي مني واللقاحات كلها اصلا تم التصريح بيها للاستخدام الطارق هي الدراسات لم تكتمل عليهم كلهم اصلا لكن احنا في جائحة ونسبة الوفيات من كورونا عالية لكن انا شايف ان معظمهم امن ان شاء الله ولو متاح منهم اي نوع تقدر تاخده والقرار الانهائي بيرجعليك طبعا طب ايه هي الانواع الموجودة دلوقتي يا دكتور تامر؟ الانواع اللي ظهرت دلوقتي بقت كتيرة جدا يا بندق فيه مثلا بتاع شركة فايزر فيه مثلا لقاح شركة موديرنا فيه جونسون ان جونسون وده بالمناسبة جرعة واحدة لقاح جرعة واحدة بس يعني مش جرعتين فيه مثلا لقاح بتاع استرازينيكا فيه لقاح الروسي وفيه كمان اللقاح الالماني وغيرها دول كتير دلوقتي بدأت تصنع اللقاحات طيب هل ينفع اخد الجرعة الاولى من لقاح معين واخد الجرعة التانية من لقاح تاني؟ لا طبعا يا بندق ده ما ينفعش لو خد الجرعة الاولى من لقاح معين لازم الجرعة التانية تكون من نفس اللقاح هل اللقاح ده بيحمي من التفارات والتحورات الجديدة للفيروس؟ زي سلالة جنوب افريقيا وسلالة انجلترا؟ الدراسات شغالة على الموضوع ده لحد دلوقتي يا بندق وفيه نتائج مبشرة بتقول انه غالبا بيحمي بنسبة كبيرة جدا جدا ضد السلالات الجديدة دي طب ايه هي نسبة الحماية او كفاءة اللقاحات دي اصلا يا دكتور تامر؟ نسبة الحماية بتختلف من كل لقاح للتاني مثلا زي ما قلت لك الصيني يعتبر اقلهم اصلا فاعلية الفاعلية بتاعته تقريبا حوالي 80-85% لكن اللقاحات الامريكية زي موديرنا وفايزر بتوصل من 90-95% وباقي اللقاحات تقريبا بتلعب في الحتة دي يعني تقريبا كلهم في التسعينات 90-95% هل اللقاح ده بيمنع العدوى اصلا بالفيروس؟ لا يا بندق اللقاح لا يمنع العدوى مش معنى ان انت خدت اللقاح ان الفيروس مش هيدخل جسمك مرة تانية لكن اللقاح وظيفته انه بيهيأ جسمك ويجهزه عشان يبقى جاهز للدفاع ضد الفيروس لو دخل فبيمنع تدهور الحالة وبيمنع الاعراض الشديدة وبيمنع دخول العناية المركزة والوفيات الى حد كبير ان شاء الله اللقاح ده يا دكتور تامر بيحمينا لمدة قد ايه؟ الموضوع ده مش واضح لحد دلوقتي يا بندق لكن هما بيتوقعوا ان الحماية بتاعته بتدوم 6 شهور او اكتر من كده وبيأملوا ان هي تستمر لسنة او اكتر مثلا لكن الناس لسه بدأتاخد التطعيمات اصلا او اللقاح ده وبالتالي مع الوقت هيظهر شوية الفاعلية بتاعته او الحماية بتستمر قد ايه لكن مبدئيا نقدر نقول 6 شهور او اكتر طيب امتى الشخص بعد ما خد اللقاح بيبقى محمي من ديرس كورونا ان شاء الله يقول ان اللقاح بيبقى فعال بعد اسبوعين من الجرعة التانية معظم اللقاحات زي ما قلنا جرعتين فبعد الجرعة التانية باسبوعين ان شاء الله بيكون الشخص تم حمايته او محمي باللقاح وبالنسبة للقاح جونسون ان جونسون ده جرعة واحدة فبرضو ان شاء الله بيكون الشخص محمي بعد اسبوعين من هذه الجرعة طيب انا لو اصبت بالفعل بفيروس كورونا قبل كده اخد اللقاح برضو ولا خلاص مالفلازمة ايوة يا بندق حتى لو اصبت قبل كده يبقى برضو تاخد اللقاح لان الاصابة مرة تانية ده شيء وارد وطبعا كلنا عرفنا دلوقتي واحد يقولك شخص جاء له كورونا وبعدها بفترة جاء له كورونا مرة تانية عشان كده حتى لو اصبت بالكورونا يفضل برضو انك تاخد اللقاح بيقوله ممكن بعد ثلاث شهور من العدوى وفي رأيي بيقول بعد 14 يوم من نهاية الاعراض برضو مختلف في النقاط دي طب لو سيدة حامل او سيدة بتردع تاخد عادي اللقاح برضو الدراسات لم تكتمل على موضوع الحامل والرضاعة لكن واضح جدا انه امان وبدأوا فعلا يجربوه على السيدات الحوامل والمرضعات وانا شايف انه امان ومعظم الناس بتوصي به حتى لو حامل او مرضع لو شخص عنده امراض مزمنة زي القلب او السكر او الضغط او السمنة او كبير في السن ياخد اللقاح ده ولا ما ياخدوهش او طبعا ياخدوه ده هم دول اولى الناس ان هم ياخدوه يا عم جندق ايه اللي المفروض ياخد اللقاح هم اكثر ناس احنا خايفين عليهم من مضاعفات الكورونا وهم دول كبار السن واصحاب الامراض المزمنة فدول اولى الناس ان هم ياخدوه اللقاح طبعا طيب لو مريد عنده نقص مناعة لأي سبب ياخدوه برضو ولا ما ياخدوهش ايوه والناس اللي عندهم نقص مناعة بيوصى ان هم ياخدو اللقاح دلوقتي لكن الاختلاف في نقطة هل اللقاح هيكون مؤثر معاهم بمعنى انه هيحفز مناعتهم الضعيفة دي ان يتكون اجسام مضادة عشان تحارب الفيروس في المستقبل ولا لا لكن بغض النظر اللقاحات دي لا تسبب المرض نفسه معظم اللقاحات المستخدمة لا تسبب المرض اصلا فعادي جدا لو مريد عنده نقص مناعة لأي سبب انه ياخد اللقاح طيب ايه هي الاثار الجانبية لللقاحات وهل زي ما بنسمع ممكن تؤدي الى الوفاة اي دوة في العالم او اي لقاح لاثار جانبية دي حاجة معروفة في حاجات شائعة او مشهورة ان هي تحصل زي الصداع وزي الام العضلات والام المفاصل ممكن ارتفاع درجة الحرارة حالة اعياء دي حاجات بتحصل كتير شوية لكن في اثار جانبية اشد خطورة شوية لكنها نادرة الحدوث زي مثلا التحسس الشديد من اللقاح وممكن يحصل او صدمة تحسسية من اللقاح وقد تكون مميتة لكن دي حالات نادرة جدا والمكان او المركز اللي انت بتاخد فيه اللقاح بيبقى مجهز للتعامل مع الحالات اللي زي دي ممال ايه الكلام اللي سمعناه عن لقاح استرازينيكا ان هي علاقة بالجلطات وان فيه سبع اشخاص ماتوا لقاح استرازينيكا تم توزيع منه 18 مليون جرعة حصل جلطات ل30 شخص منهم سبعة توفوا بالفعل ودلوقتي الدراسات شغالة هل الجلطات دي حصلت بالفعل بسبب اللقاح ده ولا لا ولا هما من الاساس كان عندهم مشاكل تؤدي الى الجلطات والمؤشرات بتقول ان فيه علاقة شوية بين لقاح استرازينيكا ده وبين حدوث الجلطات بس خلي بالك دي نسبة نادرة جدا 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 احنا بنقول 18 مليون جرعة اتوفى منهم سبع اشخاص ولسه هنشوف باقي الدراسات هتقول ايه وهنوقف اللقاح ده ولا هنكمل لان اي لقاح ليه نسبة مخاطر زي ما قلنا بس نادرة جدا 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 ايه هي موانع اللقاح يا دكتور تامر المانع الوحيد الرسمي انه يكون عندك حساسية من اللقاح ده او من احد المكونات اللي موجودة في تصنيعه وده هتعرفه ازاي يا اما خط الجرعة الاولى حصل لك تحسس شديد وربنا سترها ففي الوقت ده ما تاخدش الجرعة التانية او انت من الاساس عندك حساسية من مكون معين موجود داخل تكوين هذا اللقاح وده هيعرفها الناس اللي عندها حساسية من مركب معين هم عارفينه اما انت شخص طبيعي ما عندكش حساسية من حاجة معينة يبقى خلاص ما تقلقش ان شاء الله طيب انا خدت جرعتين من اللقاح سمعت ان فيه تحليل عمله عشان اشوف اللقاح ده شغال وفعال ولا لا اللي هو الاجسام المضادة ايه رأيك فيه لا التحاليل دي عم بندق لا يوصى بها كسكرينج او كانك تشوف هل اللقاح شغال ولا لا احنا بنعتمد على ان اللقاحات فعالة بنسبة حوالي تسعين في المية وخلاص مش مطلوب منك تحاليل تانية لا يوصى بذلك معنى كده ان انا لو خدت اللقاح اقلع الكمامة بقى وعيش حياتي عادي صح؟ لا طبعا يا عم بندق ما تعيش حياتك عادي لازم تاخد اجراءاتك الاحترازية كويس جدا وتلبس الكمامة وتخلي بالك وتبعد عن التجمعات وكل الاجراءات تعملها لان زي ما قلت لك نسبة الحماية بتاعت اللقاح بتوصل كام تسعين خمسة وتسعين في المية فهي مش مية في المية لو كانت نسبة الحماية مية في المية كنت هقولك عيش حياتك عادي لكن لازم تاخد بالك برضو طيب هل تطعيم اللي هو لقاح الانفلوانزا الموسمية بيحمي من الكورونا ولا لا؟ لا لقاح الانفلوانزا حاجة ولقاح الكورونا حاجة تانية لكن لقاح الانفلوانزا مفيد جدا جدا برضو وانصحك لو متاح قدامك في معاده خده هل يا دكتور تامر ينفع اخد لقاح تاني غير لقاح كورونا في نفس الوقت معاه؟ الافضل ان احنا نفصل بينهم باربعتاشر يوم اذا امكن لكن لو لقاح طارق مثلا يعني واحد هياخد لقاح تيتانوس ودي حاجة طرقة واحد سبعه اتجرح بمصمر ملوس مثلا فلازم ياخد لقاح تيتانوس وكان واخد لقاح كورونا مثلا في نفس الوقت ياخد لقاح تيتانوس ما فيش مشكلة خالص لكن لو حاجة تقدر تستنى عليها يفضل انك تصبر اربعتاشر يوم انا شفت يا دكتور تامر في بعض المواقع ان الكورونا دي اصلا وهل وان دي مؤامرة كبيرة عشان يبيعوا اللقاحات ايه رأيك في الكلام ده؟ لا طبعا يا بندو الكورونا مش مؤامرة ولا حاجة احنا عايشين الواقع ده وشايفين الحالات في كل مكان حوالينا وكمان معتقدش ان دولة معينة صنعت الفيروس عشان تبيع اللقاح لان كل الدول اصلا اصيبت واتدررت وحصلها الدرر اقتصادي كبير بسبب الفيروس ده وحتى رؤساء الدول اصيبوا بالفيروس ورؤساء وزراء زي ما احنا عارفين فدي مش مؤامرة ولا حاجة وكمان انت مش مقبر انك تاخد اللقاح لو انت شاكك فعلا في الكلام ده كله يبقى ما تاخدش اللقاح ده قرارك انت وفي النهاية احب اشكركم لو في سؤال تاني بندق ما سألهوش اسأله انتو في التعليقات وانا هرد عليه ان شاء الله وما تنساش اعمل لايك وشير للفيديو شكرا لحضراتكم